ميدانياً أيضاً قالت مصادر عسكرية إن قوات الجيش ورجال المقاومة تمكنت من تحرير عدة مواقع استراتيجية في جبهة العبدية العبيدية بمأرب وتمكنت من إطباق الحصار على الميليشيا الحوثية وأوقعت قتل وجرح وسقوط أسر أسر من عناصر الميليشيا الحوثية أوضحت المصادر أن مقاتلي الجيش والمقاومة الشعبية سيطروا على جبل استراتيجي بعملية نوعية بعد محاصرة ميليشيا الحوثي وأسر عناصرها في الجبل ذاته وأكدت المصادر أن الميليشيا دفعت بتعزيزات ضخمة لفك الحصار عن عناصرها المحاصرين انتشال جثث القتلى لكنها فاشلت في تحقيق ذلك وسط صمود واستبسال أبطال الجيش والوطني والمقاومة الشعبية